حلقة جديدة من سوريا اليوم أهلا بكم من صحيفة جسر عبر الخبر التالي انسحابات إيرانية من ريف دير الزور وميليشيات موالية لروسيا تحل مكانها عنوان يحمل بداخله الكثير من التفاصيل عن خريطة الانسحاب ويحمل معه أيضا الكثير من الغموض حول أسباب تلك الانسحابات إن تأكدت هل هي نتيجة صفقة روسية إيرانية وما هو الثمن المقبوض عند كل طرف أم هي غطاء للعب على الأمريكيين والإسرائيليين الذين يصرون ويجهزون الاستراتيجية جديدة لطرد الإيرانيين من المنطقة في ظل الظروف الميدانية والدولية الأخيرة هذه الاستراتيجية لا تبدو مقتصرة على سوريا بل تمتد للجارة العراق التي شهدت توصول رئيس جديد للحكومة مصطفى الكاظمي الذي حظيت عينه على مباركة أمريكية مباركة لها دلالات في الصراع ضد إيران داخل العراق الذي يعيش منذ أشهر احتجاجات شعبية استمرت حتى اليوم رغم قرار الكاظمي اطلق سراحي للمتظاهرين كشفت صحيفة الجسر المحلية أن الميليشيات الإيرانية أخلت مقر عسكرية لها في دير الزور وبدأت بمغادرة سوريا وأن ميليشيات مدعومة من روسيا استلمت محلها يأتي ذلك بالتزامن مع تتشيني واشنطن خواعدة جديدة غرب الفرات تطورات المشهد في دير الزور في تقرير عبدالقادر رضيحي في تطور مفاجئ ويعتبر الأول منذ التواغل الإيراني في سوريا تتكشف ملامح انسحاب جزئي للميليشيات الإيرانية من دير الزور وفق ما كشفت عنه صحيفة جسر المحلية التي أشارت إلى أن مقر عسكرية ونقاط أفرغت في عدد من مناطق ريف دير الزور تذهب الصحيفة التي نقلت عن مصادرها إلى أن عملية الإخلاء والانسحاب شملت ميليشيات عراقية وإيرانية لميليشيا قاطرجي ولواء القدس المدعوم من روسيا التي عادت إلى مشهد الأحداث في شرق سوريا بشكل لافت يبدو أن عملية التسليم تفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة هل ما يجري غطاء روسي لميليشيات إيران أم أن موسكو لا تؤمن بدعم الميليشيات على حساب الأنظمة فضلا عن علاقتها بإسرائيل التي تعتبر جيدة تل أبيب التي تطلق بين الحين والآخر تهديداتها لإيران في سوريا أشارت أوائل أيار مايو الحالي إلى أن ميليشيات طهران باشرت بالانسحاب من سوريا وتلك تصريحات تنافت مع ما نقلته صحف عبرية عن زيادة النشاط الإيراني في سوريا حتى وصل إلى مرحلة أصبحت سوريا مصنعا للإيرانيين وأمام الانسحاب الجزئي أو إعادة الانتشار الإيراني في شرق سوريا يزدل الستار عن إنشاء واشنطن قاعدة جديدة لقواتها في منطقة الجزرات بريف دير الزور الغربي والهدف من القاعدة الحد من حركة الروس في شرق الفرات ومنع وصولهم إلى حقول النفط فيها وتأتي القاعدة الجديدة بالتزامن مع زيادة النشاط العسكري لواشنطن في شرق الفرات لا سيما قاعدتي العمر وكونيكو التي توصفان بأنهما أبراج مراقبة على أنشطة إيران في غرب الفرات تمت حشود أميركية واضحة للعيان متزامنة مع عودة روسية إلى غرب الفرات وأمام المعادلة الأميركية الروسية لا بد من ضحية فهل حقا باشرت طهران بسحب قواتها من سوريا أم أن الأمور لا تتعدى استراتيجية جديدة قائمة على التخفي كما أشارت له وسائل إعلام عبرية للحوار والتحليل ينضم إلينا عبد الناصر العيد رئيس تحرير صحيفة جسر من العاصمة الفرنسية باريس والعميد أحمد رحال الخبير والمحلل العسكري من إسطنبول أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد عبد الناصر العيد يعني لو تعطينا نظر عن تفاصيل هذا الانسحاب بحسب ما ورد في صحيفة جسر ما هي الأعداد ما طبيعة هذه الميليشيات من هي هذه الميليشيات وإلى أين كانت جهة الانسحاب مساء الخير يعني طبعا المعطيات من مراسليننا مذكورة وتصور ذكرته الآن من شوي عدد من هذه المناطق بالاسم الانسحاب هو يتم على الشكل التالي في كل بلدة وفي كل قرية في كل مدينة من المناطق من شرق مدينة دير الزور وباتجاه الحلول العراقية هذه منتشرة فيها الميليشيات الإيرانية على شكل حواجز ومقرات الذي حدث أنه منذ ثلاثة أيام بدأت ميليشياتين الميليشيات الأولى هي ميليشيات تتبع لفواز البشير أحد شيوخ عشيرة البقارة وممولة من القاطرج هي أحد ميليشيات القاطرج في المنطقة بدأت بتسلم عدد من الحواجز ومقرات ونقاط الميليشيات الإيرانية تلاها دخول لواء القدس على الخط وبدأ باستلام أيضا عدد من هذه الحواجز يعني غالبا كل حاجز يتبع له بعض المقرات الملحقة الإضافية ومساكن لعائلات بعض أعضاء الميليشيات التي جابوهم معهم مش كلهم عندهم عائلات هذه كلها يتم استلامها وتستلامها هذا الانسحاب هل تم بالتنسيق مع الجانب الروسي أم أرغم الجانب الإيراني على الانسحاب أو الميليشيات الإيرانية على الانسحاب كل عمليات التسليم تمت بحضور الشرطة العسكرية الروسية وهي التي نسقت كل العمليات وهي وجودها سبق الميليشيات أول شيء أجوا للروس وتواجدوا بالمنطقة وزاروا كل هذه المقرات ويبدو أنه قدروا الأعداد اللي لازم تحل محلها وبعدين جابوا هم اللي جابوا الميليشيات الثانية وسلموها وأشرفوا على الانسحاب الآن هناك ملاحظتين الأولى أنه الانسحابات هي شملت سبعين كيلو متر باتجاه شرق دير الزور من دير الزور وشرقها وصلت إلى بلدة العباس هذه يعني بعيدة حوالي سبعين كيلو متر شرق دير الزور وبقية سبعين كيلو متر وأيضا تقريبا باتجاه البوكامال أيضا لم يعرف الوجهة التي انسحبت باتجاه هذه الميليشيات يعني مراسلين لم يستطعوا أن يرصدوا ولا السكان المحلين يعني ما بيقدروا أساسا يسألوا عن هذه المسألة المحتمل تكون تجهت باتجاه أو هي تجهت باتجاه تركة المنطقة الأمرانية على شريط الفرات واتجهت باتجاه الصحراء القريبة الصحراء فيها مقرات يعني ما بيعرفوها يعني ما بنقدر نوصل لمعرفة ماذا بها وفي أيضا شبك الطرقات فرعية ترابية تتنقل عليها عادة الميليشيات الإيرانية بالفترة الأخيرة يعني تتخذها طرق تنقل بديلة كون الطرقات الرئيسية اتصار عليها تفجيرات ويعني كماء وغيرها لتنظيم داعش وغيره إذن الأسباب غير معروفة يمكن أن يكون هناك ربما إعادة انتشار أو إعادة تموضع يعني إعادة تموضع لهذه الميليشيات ربما داخل الحدود السورية اسمح لي أن أنتقل إلى العميد أحمد رحال أهلا ومرحبا بك مجددا عميد رحال يعني هل هناك توافقات بين إيران وروسيا ضمن صفقة معينة أم أنها يعني مجرد لعبة من أجل يعني تجنب الضربات الجوية رمضان كريم على الجميع يعني يمكن حكينا قبل المرة وقلنا أن هناك نوع من التوافق يصل إلى حد التحالف ما بين إسرائيل ومتحدة الأمريكية روسيا تركيا وبعض دول خليج من أن إيران يجب أن تنهى أدراع داخل المنطقة العربية ليس في سوريا حسب أنها ضمن خطة متكاملة تشمل العراق وسوريا ولبنان بالإضافة إلى اليمن لكن اليوم أنا أرى كثير مقالات تنكتب بالصحافة العبرية بالإضافة إلى صحيف الجسر وبعض الصحف تتحدث عن انسحابات إيرانية من سوريا أنا أعتقد أنه يجب أن نفرق بين الانسحاب هو إعادة التموضع اللي عم يصير بدير الزور هو إعادة التموضع وأنا أعتقد روسيا اليوم عم تلعب الخديعة اللي مارستها بجنوب نتذكر كلتنا لما في الجنوب قالوا إيران انسحبت ونفذت الشروط الإسرائيلية وتم بيع الجنوب لإسرائيل وتخلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أعتقد الأمريكان والأردنيين والإسرائيليين عم يعدوا أصابع الندامة لأن آخر صورة صورت لضباط الحرس والإيراني مع ضباط نظام الأسد كانت على بعد أمتار قليلة من الجلال المحتل في حالة اليوم عميد رحال ما هو المقابل الذي تريده إيران بعد انسحاب ميليشياتها بحسب ما ذكر في الصحف حتى لو كان هناك انسحاب إلى إيران هذا الأمر ليس بغريب الانسحاب هو على كل حال يصير داخل الأراضي السورية لذلك شميناه يعادة التموضع أما حتى لو صار إلى داخل إسرائيل ما في مشكلة نهائية اليوم ما في عمليات قتالية وبالتالي ما في داع الاستنساف كل الأموال هذه بجنود نقطة ثانية اليوم إيران حتى لو انسحبت بكل قديدة وبكل عديدة اللي موجود في سوريا اليوم صار عدة ثمين ميليشيات سورية تتملئ لها عنده لواء الباخر عنده لواء العرين عنده قوات الغيس عنده حزب الله السوري ميليشيات دبلو الزهراء ميليشيات كفرية والفوعة ميليشيات السيد زينب بالإضافة إلى قوات اللي سماها أخونا عبد الناصر نواف البشير صار اسمه فيلق شود العشائر وبالتالي اليوم حتى لو انسحبت إيران لديها من السوريين الشيعة ولديها من السوريين المتعاملين معها ما يوازي الحجد الشيعي في العراق أو ما يوازي حزب الله في لبنان لذلك اليوم ما في صفقات نعم هناك إعادة تموضع روسيا تريد حفاظ على إيران حتى تقبط سمن إخراجه من سوريا وبالتالي يتم إعادة تموضع في مواقع والانسحاب من الميادين إلى منطقة البوكامر نعم سيد عبد الناصر العيد لماذا تم تسليم هذه المواقع لميليشيات تابعة لروسيا وليس للنظام بالتحديد واضح أن روسيا بدها تسيطر على الوضع الميداني بسوريا وخصوصا بالشرق سوريا تحركاتها بالشمال الشرقي منذ فترة توحي بأنه هي منطقة نفوذ جديدة لها أكيد أنتم تابعتوا محاولاتها للتنظيم تشكيل عسكري بالحسكة ودعوتها للقبائل وليقصد أيضا لتشكيل وحدات واليوم أيضا زاروا بعض المطرانيات المسيحية بالحسكة لتشكيل قوة منهم وأيضا في دير الزور هي لديها ميليشياتين تحت سيطرتها القاطر سيطرت العميل قال نواف البشير هي ليس لنواف البشير فواز البشير فواز البشير هو روسي التوجه وتمويله من القاطر ليس نواف إيراني فواز روسي أيضا لواء القدس هي لواء القدس هي تعمل عن كثب وتدربت ونظموها الروس وتأخذ رواتبها من الروس من زمان هي ميليشيا روسية تمكين ميليشياتها حل حتى ميليشيا للدفاع الوطني بدير الزور اللي كانت تتأرجح بين النظام وبين إيران تم حلها أمس أعتقد هو مسألة سياسية أكبر من هيك بكتير وكمان أنا خلينا نعرج على مسألة أخرى هي حلب في حلب بدأت عناصر من الميليشيات الإيرانية باتجاه بالذهاب إلى الفرقة 25 تحديدا الفيلق الخامس الفرقة 30 وهناك فوج مستقل بريف إدلب الجنوبي هذا الخضع للروس بدأت العناصر الموجودة بالميليشيات الإيرانية بالانفكاك عنها والذهاب باتجاه الآن لواء الباكر ولواء السفيرة تقريبا بدأ يخسر عناصره من فترة كان بيجند الآن يخسر عناصره بسبب فرق الرواتب بسبب أنه صار شهرين ما أجر رواتب بسبب أن الجمعيات الإغاثية الإيرانية اللي كانت تبعا له تعطي مساعدات لعيال هدوان المقاتلين بطلت عم يشعروا أنه هنا يعني بلشت تتفكك هاي الميليشيات فعم يروحوا على الروسية والروسية عم يرحبوا فيهم ويعطوهم تقريبا ضعف الراتب اللي كانوا يعطوهم هي الإيرانيين اللي هو 300 دولار بمقابل 150 عند الإيرانيين يعني باختصار هناك توجه عام يعني لا أستطيع أن أجزم أنا لن أقفز فورا إلى استنتاجات نهائية وأقول لكن ما هو واضح لدي أنه هناك عملية انسحاب تدريجي ليست جزئي إيرانية ربما تكون محسوبة بخطوات محسوبة لتنفيذ شروط بمقابل هذه الانسحابات يعني كل ما بينسحبه من منطقة كل ما بينتغير الوضع شوي راح يكون في مقابل لهذا الشيء مردود لهذا الشيء أكيد مش ببلاش لكن روسيا هل ستضمن يعني ولاء هؤلاء الميليشيات الذين داخلوا إلى سوريا بهدف عقائدي هم منسحبون هي تستلم منهم وترحلهم هيك المفروض يعني هيك فهمنا نحن أما الميليشيات المحلية قاطر جيولي والقدس فهي أكيد يعني مضمونة الولاء ومسيطر عليها بشكل كامل أنا أتحدث عن الميليشيات التي تم يعني إعادة تموضعها أو انتشارها بحسب ما ذكرت أنت وذهابها إلى حلب إلى الفوج الخامس لا هم عناصر مش ميليشيات هي عناصر كانوا عناصر محليين معروف يعني لواء الباكر معظم من أهالي منطقة حلب جنوب حلب جنوب شرق حلب وأيضا لواء السفير نفسي وهناك فيه لواء ثالث بالواقع أنا نسيت اسمه هذه الثلاث ألوية معظمها من مقاتلين محليين متشيعين في غالبتهم الآن بدأت إيران شهرين ما دفعت لهم رواتب ما دفعت لهم إغاثة وبالوقت نفسه الروس يرحبون فيهم والإيرانيين يقولون لهم أنه ما في مشكلة أنه تروحوا تنخرطوا بالميليشيات الروسية اللي بتقدم لهم أيضا عدل راتب ميزات أخرى لأنه بدأ النفوذ يصبح روسي أكثر بتصور هذه المسألة ما فينا نشوفها بمعزل عن حدثين يعني السوريين المهمين اللي صاروا بالفترة الماضية المقالات اللي كتبت بروسيا عن بشار الأسد وتم مؤخرا إزالتها والمشكلة الناشئة بينه بين رامي مخلوف واضح جدا أنه الروس يعني حطوا الإيرانيين والنظام أمام تحدي كبير أنه نحن ممكن ندخل نعم سأعود إلى هذه النقطة ولكن اسمح لي أن ننتقل إلى أو أعود إلى العميد رحال يعني عميد رحال إعادة الانتشار أو إعادة التموضع لهذه الميليشيات ألا تصعب من مهمة الإسرائيليين والأمريكان في قصف الميليشيات الإيرانية على الأراضي السورية يعني أنا أعتقد اليوم مفروض يكون الإسرائيليين والأمريكان وكل من يراقب الوجود الإيراني في السوريا وحتى الروس يعرفوا تماما أنه اليوم الروس أو الإيرانيين عفوا استطاعوا بناء قاعدة متمدنة متجذرة داخل سوريا اليوم سيطروا على كل معامل الدفاع بالسفيرة وحوالي السفيرة هذا كان لنظام الأسد سيطروا على كل مراكز المحوث العلمية من حلب إلى صافيتة إلى مصياف إلى حماء إلى حمص إلى دمشق سيطروا على معظم القواعد الجوية من الكويرس إلى مطار النيرب مطار الشعيرات مطار التفور مطار المزة بالإضافة إلى أربع ميليشيات شيعية وأربع ميليشيات سوريين مرتزقة من غير الشيعة وبالتالي حتى لو أجبرت إيران على الخروج من سوريا هي تغلغلت من مغافاصة للثورة السورية كل ما عددنا يأتي في إطار التغلغل ضمن الإطار العسكري لو أجينا على المخابرات أيضا مقسم المخابرات تلتين بتلت ما بين الروس والإيرانيين حتى الوزارات حتى المؤسسات يعني اليوم المواطن السوري لما بيحتاج مشكلة معاصل جماعة بالدولة السورية بدل ما يروح إلى واسطة السورية صار يروح لعند السفير الإيراني أو لعند الملحق السقافي الإيراني في ظل هذه المواطيات ما هي المناطق التي ستتمسك بها إيران في سوريا بعد انسحابها من المناطق التي ذكرها في الخبر الوارد في صحيفة جسر بالتأكيد هذا الكلام اللي عم نحكي نحن أنه حتى لو أجبرت إيران معروف أن إيران تعلم والجميع يعلم أن أول بنت في أي حل سوريا هو أخراج الغرباء وبالتالي لا مانع من إيران من أخراج الغرباء وأبقى بعض الخبراء بتسميهم إيران لكن هي مسيطرة كما قلت على معظم العسكر على معظم ركز البحوث على معظم أجزة الدولة وبالتالي هي باقية في سوريا ولا مشكلة لها أن طلبوا من المغادرة هل ستسمح لها إسرائيل بالبقاء يعني هناك الصحف الإسرائيلية تقول أن إسرائيل هدفها هذا العام إخراج إيران بشكل كامل من سوريا سيد عبد الناصر العيد يعني طبعا لازم ننظر للموضوع بشوي مدى أو ساعة خاصة بعد المقالات والصحفة الروسية التي تتحدث عن حل في سوريا بإخراج الأسد أنها ستكون إيران من هذا الأمر يعني هو بتصور هذه المقالات مش لا إخراج الأسد إخراج الأسد أو إطاح به إذا لو كانت روسيا تريدها كانت تبعت سبل أخرى مش منشر المقالات عندها أدوات تانية المقالات هذه للابتزاز والضغط لفرض شيء معين على بشار الأسد أولا وتمثل بمشكلته مع رامي مخلوف يعني انتزاع أشياء معينة من الشبكة العائلية والعشائرية والطائفية المسيطرة حواليه وأخذها ومسكها روسيا وأيضا على إيران بأنه تهدد بالتخلي عن النظام والإطاح به وإيران حاليا بظرف ما بيسمح لها بالمناورة أو المساومة فبعتقد أنه هذول المسألتين حطتهم روسيا على الطاولة بهذا الوقت وحصلت بالمحصلة على قبول إيراني بالانسحاب ويبدو أنه في تفاهم مع الأمريكان بهذا الخصوص تصريح بالفترة الماضية جيمس جيفري المفتوث لسوريا الأول قال فيه أنه يجب أن تنسحب كافة القوات من سوريا بما في الأمريكية عدد روسية وتصور أنتوا رصدتوا بتلفزيون سوريا التصريح الثاني هو حكا يوم سبعة شهر بإحاطة صارت بالوزارة الخارجية وتم تسريب محضر الإحاطة وقال فيها أنه نحن بومبيو وأنا رحنا من سنة على سوتي قابلنا بوتين ولافروف وكانوا متفقين معنا يعني على خطة معينة واضح أنها إخراج إيران لكن بعد ما رجعنا غيروا رأيهم يبدو ومضوا بالحل العسكري الآن هم راجعين هم رجعوا بدهم هذا الحل طبعا مفهوم ليش راجعين راجعين لأنه في قانون قيصر بالشهر السادس وأضاف جيفري أنه هم لاحظوا انسحاب إيران من النقاط التي تم قصفها يعني بهاي الإحاطة وهذا مثبت بمحضر نظامي بوزارة الخارجية الأمريكية في كمتة الطلوة عليها يوم سبعة الشهر قال أنه انسحبوا من بعض النقاط لكنه قال التي قصفت ولا ندري هل هذا هو انسحابات تكتيكية أو سلوك تكتيكي أم سلوك استراتيجي النقاط التي انسحبوا منها مؤخرا هي من قصفت هي مناطق بالأوساط السكنية العمرانية المدنية بالتالي ممكن نحن نضيف المعلومة التي حكاها جيفري إذا كانت المقرات مثل قاعدتي الإمام علي وغيرها التي موجودة بالصحراء والبعيد عن المساك التي هي أكل الضربات منيحة بالفترة الماضية إذا كانوا انسحبوا منها وإذا انسحبوا من المناطق الحضارية التي كانت حاشى الطيران وانقصفها معناها انسحبوا من كل من المنطقة عموما أو انسحابهم شامل لكن بدنا ننتبه أيضا أن إيران لا يمكن أن تظهر أن هذا الانسحاب بشكل فرار أو هزيمة لأنه مثل انسحاب النظام السوري من لبنان بالألفين وخمسة سيكون كارثة على الداخل الإيراني فبدا تحاول قدر الإمكان تخليه متدرج نوع من الغطاء بالسرية أو بالانسحاب المبرر نوعا ما وما رح تخليه بهذه السرعة وعرفنا أنه بعد ما تسلمت المنطقة للعباس توقفت عملية التسليم مؤقتا بس تم استدعاء عناصر لواء القدس بالبو كمال واستنفارهم على ما يبدو الاستلام منطقة البو كمال أيضا هناك حديث بعد مرور أيام ما بدهم تبين بهالانهيار الدراماتيكي نعم أيضا هناك حديث عميد رحال يدور حول تحرك أمريكي مع الشركاء السوريين والعراقيين لمواجهة إيران هل تتوقع نجاح هذا تحرك يعني هذا الكلام أنا مسمع فيه وأنا مبارح كنت باللقاء مع ممثل السياسي لمغاوير السورة بالإضافة إلى أخونا مهند اللي عبتصير بتنف بالإضافة في أمور عبتصير في الجنوب كمان هناك حركة هناك ناس ذهبوا من الشمال واستدعوا إلى الأردن وحاليا موجودين في الأردن ونحن على تواصل معهم بالإضافة إلى التغييرات اللي عبتصير إن كان على قوة عشائر تدعم الولايات المتحدة الأمريكية أو الميتين مليون دولار اللي حكى فيها الأمس من توسعة قصد ودعمها لوجستيا إذا اليوم في حركة كبيرة إذا ربطنا الأمر هذا مع قرار الوزير الدفاع الإسرائيلي مع القوة العسكرية التركية الموجودة في إدلب مع يعني منظومة باتريوت اللي وصلت للعراق نشوف أن هناك خطة استراتيجية أو حكيت عنه بداية المقابلة أن هناك اليوم توافق إقليمي توافق دولي أنه إيران عبست في أبنى المنطقة إيران خربت المنطقة وبالتالي لازم توقف الأخطبوط هذا وأنا بأعتقد فيه نقطين همتين أي حديث عن إخراج إيران من سوريا بوجود بشار الأساد هو حديث فارغ وأي حديث عن القضاء على الأزرع الإيرانية اللي لم تنقى المعركة إلى طهران أيضا هذا الحديث لن يكون لأوجد أشكرك العميد أحمد رحال الخبير والمحلل العسكري كنت معنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك كما أشكر عبد الناصر العايد رئيس تحرير صحيفة جسر كان معنا من العاصمة الفرنسية باريس مشاهدينا بعد الفاصل المحور الثاني لسوريا اليوم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة